انطلقت فعليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مؤسسة راعي مصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وذلك في الوحدة الصحية بقرية رأس الحكمة بمحافظة مطروح ضمت القافلة خمسة تخصصات طبية هي البطنة والعظام الأطفال الجلدية والرمد وذلك لتقديم الخدمات الطبية للأهالي بالمجان وتخفيف العبء عنهم دينا أكتر من 21 عربية في كل محافظات الجمهورية من أول أسكندرية لغاية أسوان منتشرين في كل الكرة للإتمئنين على صحة أهالينا الأكثر احتياجا اللي محتاجين الخدمة الصحية اللي نقدر فعلا نوفرها لهم من خلال العلاج المجاني ومن خلال الخدمة المجانية اللي إحنا بنقدر نقدمها لهم كمؤسسة راعي مصر نتمنى إن شاء الله قافلة دي تتكرر مرة ثانية ونشكر سيادة الرئيس سيادة الرئيس الجمهورية مصر العربية الحمد لله الذي يشمن علينا وارزقنا بالقافلة الطبية هذه لرأس الحكمة صراحة بنشكر الدولة أنها بتهتم بالناس وبتهتم بأولادنا وأطفالنا وتوفر لهم المساعدات في الأمكان الصحراوية اللي زي دي أنا جيت كشفت في القافلة الطبية والقافلة الطبية قدمت خدمة بشكل مجاني للأهالي شكرا للدولة والرئيس السيسي على اهتمامه بأبناء الصحراء الغربية دينا أكثر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة